في تطور لافت خلال التظاهرات الإيرانية هاجم المتظاهرون حوزة دينية في منطقة كرج القريبة من تهران وذكرت وكات الأنباء الإيرانية فارس أن قوات الشرطة قامت بتفريق المتظاهرين واعتقلت بعضهم وكانت رقعة الاحتجاجات في إيران قد اتسعت لتصل إلى العاصمة تهران وسط استياء عار من ترد الوضع الاقتصادي في بلاد لكن نظام الملالي اتبع لذات النهج الذي اعتمده في مرات سابقة بتعامله مع المتظاهرين إذ لجأ إلى اعتقال عدد من المحتجين فضلا عن إطلاق الغاز المسيل للدموع والمياه لتفريق الغاضبين وتعالت شعارات الموت للديكتاتور وأيها الإيراني ارفع صوتك للمطالبة بالحق حيث قامت الشرطة وقوات الأمن بتفريق المتظاهرين الذين هتفوا ضدهم بشعار أنتم عدموا الشرف وتحاول تهران الالتفاف على غضب الشارع الإيراني إذ تصور الاحتجاجات الشعبية على أنها مؤامرات خارجية تهدف إلى النيل منها من دون أن تنكب على صلب الأزمة وتجد حلا لها من ناحيتها ثمنت رئيسة المعارضة الإيرانية المقيمة في المنفى مريم راجوي الاحتجاجات الإيرانيين ضد إجرام الحرس الثوري يأتي ذلك بينما يترقب لإيرانيون موعد عودة العقوبات لأمريكية الاثنين إذ تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار الذي أضعفه أساسا الفساد وسوء الإدارة تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار